السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا افقار مشاريع كندية للتنفيذ في مصر. اه انه حتى عندنا فكرة للمشروعات الصغيرة جدا. اه اللي هي للبنات الصغيرين والاولاد الصغيرين اللي سنهم صغير من اتناشر سنة. عايزين يعملوا اي افقار لذيذة كده مشروع ويقدروا يكسبوا منها من البيت. هي الافقار دي انا عاملها في بلاي لست اللي هي المشروعات الصغيرة للسن الصغيرة. اه طبعا لو حد كبير عايز يعملها جنب مشروع هو قائم بيه تمام. المشروع ده خاص بعياد الميلاد. ان انا بنعمل اه اه زي اللولي باب او حلويات معينة لعياد الميلاد. ليه انا بتكلم على المشروع الصغير ده انه هو سهل جدا مش محتاج فرن مش محتاج اه بيكينج اللي هو واحد يبقى عنده مهارات اللي هو الحلويات او عامل الحلويات او طبع. هو مشروع بسيط جدا بمكونات بسيطة جدا يقدر نعمل منها حاجة جديدة لاعياد الميلاد. ايه هو او للعيد مسلا لو انا حبا ان انا مسلا اعمل هدايا للعيد الصغير العيد الكبير رمضان السبوع. الكل المناسبات مش بس اعياد الميلاد. اه ايه اللي انا محتاجة هنا للمشروع ده اللي احنا هنشوفه. محتاجة شوكولاتة اه اللي هي البني وشوكولاتة البيضة. الشوكولاتة البني اي نوع. اي نوع خام من السوق اي نوع انت حبيه هاتي. الشوكولاتة البيضة نفس الحكاية اي نوع. اه محتاجة اوريو. طبعا كلنا عارفين الاوريو. محتاجة اللي هو للتزيين. اللي هو الفرماسيلة او الملونة للتزيين. محتاجة فوم عشان احط فيه اللي هو اللي 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 انا هعمله. محتاجة برضو زي طل كده عشان ازين بالعلبة بتاعتي. محتاجة يعني صنيتين عشان حاصل حط فيها اللي اللي انشف في الطلاجة. ومحتاجة اللي هي دي اللي هي بتاعة الايس كريم. بتاعة الايس كريم اللي بتجباع عند بتوع اللي هما المستلزمات القبيات وكده. ومحتاجة كياس وغنانة جدا برضو بتباع عنده مستلزمات اللي هما اللي بيبيع القبس والفوم وكل الحاجات دي. اه ومحتاجة زي اه شريط ستان عشان حربط به اللي هي الكياس الصغيرة. اه ايه بقى اللي انا حبدأ اعمله? هنشوف كده. ان انا اول حاجة هعملها ان انا اسايح الشوكولاتة الصمراء واسايح الشوكولاتة البيضة. تمام? هنا بعد ما سيحت الشوكولاتة اللي هي البني والشوكولاتة اللي هي البيضة. اه الشوكولاتة البيضة يا جماعة هي فيها نكهة فيها زي شوكولات ونكهات معينة اسمها لندت. بتبا فيها الحبيبات الصمراء. طبعا شوكولاتة البيضة السادة الخام ما بهاش اي حبيبات البسيطة السمرة بس انا بحبها عشان. اه حبدأ بقى اعمل ايه? حبدأ افتح الاريو. حبدأ افتح الاريو. واعمله بطريقة معينة. هنشوف هنعمل ايه? هنا انا بدأت امسك الاريو. وافتحها. قهوة. فتحت الاريو. كل اللي هعمله ان انا حمسك الستيك. حمسك استيك. وبالشوكولاتة البيضة. واروح حتى دغطة كده دغطة. حيث ان ايه الستيك تلزق جوه هنا كده. تمام? كان مثلا كان الشوكولاتة البيضة دي هعملها انها تربط الايه? مع بعض. انه تربط مع بعضها. اهي. هنعمل واحدة كمان كده عشان تشوفوها. اهو. همسك ايه الاريو. وافتحها. تمام? وامسك واحد من دهية. واحطها في الشوكولاتة البيضة. واضغط. كده اضغط. ما بين اه في الهو البيبة الشوكولاتة البيضة اللي جوه دي. واروح حتى افلة الايه? الاريو. بقت زي اللولي باب. بقت زي اللولي باب. كمان واحدة اوريكو. هنا فتحت الاريو. ايه الستيك مسكته. عملت له برضو علامة بس كده الاول. عملت له علامة كده ضغط. الاول. تمام? واروح مسكة الايه? الشوكولاتة البيضة. وحطاها. تمام? وبعدين اقفل بيه. الاريو من ناحية التانية. بقت زي اللولي باب كده. تمام. واحدة كمان. فتحنا الاوريو. جبنا الاستيك. ضغطنا ضغطة بسيطة. عامل بس ما كان. جبت له شوكولات الابيض. حطيته في النص. افلت. اسهل من كده ما فيش. تمام كده? تمام. ادي هنا الاريو كله بعد ما انا حطيت كلها. شايفين? كله. مش محتاج ان هو يروح التلاجة هو بينشف طبيعي لان فيه شوكولات جوه بتخليه يمسك على طول. فانا مش محتاج احطه في التلاجة الفترة دي. انا محتاجة بقى اكمل واشوف حامل ايه معي. حبدأ اجيبه هنا جنب ايه التشوكولات التانيين. وحبدأ اوليكم الحركة او الطريقة الجميلة ان انا ازاي ازاين الاريو ده. هو ده الهدف ازاين الاريو ده بالليستيكس دي. هنا حبدأ ازاين الاريو بالشوكولاتة البيضة. ان انا اجيب معلقة صغيرة. مش احط الاريو كله جوه. لا اجيب معلقة صغيرة. واروح حطي شوكولاتة تشوكولات دي من هنا. واحط من ناحية التانية. تمام? اصفي كده لو في اي ايه شوكولاتة باينة من هنا او من هنا. تمام? حيث ان ايه اللون الرئيسي يختفي. اللون الرئيسي اللي هو بتاع الاريو يختفي. تمام? اهيت زي ما احنا شايفين. تمام? اصف فيها بس كده. وابدأ احطها هنا. وامسك ايه اللي هي البراون شوكولات هنا. فبراون شوكولات هي يخفي اللون اكتر. عايزة تحطي على اللي هي الويت شوكولات اي الالوان طبعا طعام يبقى ممتاز. تحطي الوان طعام عليها يبقى ممتاز. تمام الشوكولات اللي انا جايباها مش خام. الخام بتبقى اقوى بكتير واحلى بكتير. الخام بتبقى اقوى واحلى. كده شوفوا. احنا شايفين كده. هبدأ اعمل الكمية اللي عندي كلها. ووريكو هنعمل ايه? ادي هنا بعد ما حطيت الشوكولات هبدأ احط الفرماسيلا عليها. ما ما تخافوش ان طلع هو الشوكولات شوية او ساح شوية. هيجمد هو في التلاجة ان احنا هيسا هتحطوه في التلاجة. وادي هنا. شايفين? وادي هنا. شايفين? كده. هبدأ بقى احط الايه? الفرماسيلا بتاعتي. عليها. ابدأ اعمل وحط الفرماسيلا الملونة بتاعتي. هتبقى حاجة جميلة جدا هنشوف. هنا زي ما احنا شايفين الشكل جميل بعد ما حطيت اللي هي الفرماسيلا الملونة عليها على الطبقة بتاعتنا. هندخل هتحطها في التلاجة في لمدة نص ساعة هتجمد. هبدأ بقى اساوي اي جوانب ونبدأ نغلفها. موضوع بسيط جديد. بعد ما رجعت هنا ونشفت خلاص الايه? اللي تشوكولات عليها لو تلاحظوا ما فيش اي ايه 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 اللون مش متغير خالص. يعني هي حاجات بسيطة انا ممكن ازبطها بالمقص. حاجات بسيطة ازبط المقص. هزبط انا اتنين تلاتة كده بالمقص واريكو ازاي هنبدأ نغلف. هنا هبدأ بقى ازبط الايه اللي هو اللوليبوب بتاعي من جديد كده بالمقص. عشان ما يكونش في اي زوايد. تمام? هبدأ بقى احطه هنا. هنا بقى هبدأ اقص بالمقص ايه? اللي هي الزوايد اي زوايد تكون موجودة. ولو فيه تشوكولات مسلا اه سايح من مكان ابدأ ممكن اقملاه من مكان تاني لان هو بيبقى تشوكولات من هنا او من هنا. فمش هو تماما تماما كده. هنا. تمام. ينفيه هش زوايد او شيء. تماما بحسها انها لسه آآ طرية بسيبها ترجع تاني. التلاجة. تمام? اهوات. مش اي مشكلة. فالكمية عندي الحمد لله ممتازة. اهوات. كل ما حطيت شوكولات اكتر. كل ما جمدت. وما فيش اي مشاكل في اللوك بتاعها. المنظر بتاعها فيه منهم بدأ ايه? يطلع من مكانه. فانا هسيبهم وابدأ اصلحهم بعدين. كده. تمام? نبدأ بقى اغلفها. اغلفها. انا لكياس اللي ان لانا كنت جايبها طلعت صغيرة شوية فانا جبت كيس تاني كبير. هبدأ بقى اغلف الايه? اللوليباب بتاعي. انا غلفته كده. وبشكل شيك. ابدأ اربطه. طبعا اللي عنده سنسور احسن مني في الشياكة. اه والسكيلز بتاعته تكون احسن مني ان شاء الله في الشياكة لان ايه? اه انا في اللابنج مش شطرة قوي بشراحة اللي هو ان انا اعمل لابنج بس في ناس اشطر مني ما شاء الله. يعني يقدر يعملوا لابنج احلى ويعملوا في يونكا يعملوا حاجة. شوفوا انا بس ايه? اتربطه. تمام? ابدأ بقى في العلبة بتاعتي هنا. ابدأ اخطم في العلبة بتاعتي. هنا. ابدأ اخطها في العلبة بتاعتي كده. عشان هي بشكلوه بشيك. طبعا انا اللي كياس عندي مكادش كاملة قوي للآ فأنا بس ايه? يا اما تحطيها كده من غير اي كبر. يا اما تغلي فيها. الفوم ده جميل. ان هو بيخلي الحاجة تمسك بطريقة جميلة. طبعا انا هكمل وضع العلبة في التلاجة. عشان خاطر الشوكليت بتاعي برضو ما يساحش. يعني انا لو عندي اردر وبعمل الحاجات دي بخليها في التلاجة لغاية اخر اللحظة. زي المحلات اللي بيبيعوا بالزبط ايه? اللي هو الشوكليت. تمام? شوفوا الشكل جميل ازاي? بتاع اللي هو اللوليبا. طبعا انا قلت لكم انتم في التغليف احسن مني. فيعني اعزروني في التغليف. انا ممكن اعمل هنا زي طل. طل بسيط كده. عشان اغلف الموضوع ككل. بطريقة زريفة كده. ادي الشكل العام هنا قبل ما اغلفها. هحط بقى تطل عليها كده. وانا شيلت اللي هي مغلفة لوحدها. لان انا باديكي بس الفكرة يا اما تغلي فيها اه لوحدهم اه وحدات. او تحطي تطل عليها. بس لازم زي ما قلت تحط في التلاجة. هنا الشكل العام علبة جميلة جدا. اتعاملت من مكونات بسيطة جدا. اه يعني فكرة بسيطة. واتمنى تكون عجبتكم. اه اه الحاجات دي جميلة جدا في عياد الميلاد زي ما قلته. وفي السبوع للاطفال والاه وكل المناسبة تشام النسيم الحاجات دي جميلة جدا الويدينج الزفاف. الحاجات دي جميلة جدا على التيبلز. فكل بيحب يطلبها. وما بيحبش ما بينش عند وقت ان هو يعمل دي حتى لوier يا يطوك بسيطة. يعني في ناس بتبقى مشغولة جدا واندها شغلها واندها اه حاجات تانية لازم تعملها. فسعب جدا انها تعملها. فصعب جدا ان تلاقي وقت تعملها فدي فرصة للبنات الصغيرة او الشباب الصغيرة نعمل حاجة جميلة ويقدر يكسب منها او طبعا ست البيت اللي عايزة اتفرح اولادها اهي فكرة جميلة وجديدة اه احنا دخلين على العيد اهوة كل صان طيبين ان احنا نقدر نعمل حاجة لأولادنا ولو غلفنا تبقى جميلة جدا لأولادنا اتمنى الفكرة تكون عجبتكم وصبسكرايب وفعل الجرس ودايما معانا في افكار جديدة والمشروعات مش خاصة بالاكل بس زي ما قلتم مش خاصة بمشروعات التجميل بس عندنا كل المشروعات هنتكلم في كل شيء هنتكلم في كل حتى الهوم ميد اللي هنقدر نعمله من البيت ونقدر نبيعه بعيد عن الاكل كمان تابعونا دايما وخليكم معانا وصبسكرايب القناة ولايك الاور بيج وان شاء الله تكونوا معانا دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمان غزال